بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ابنائي طلبة وطالبات صف الثاني الثانوي حلقة جديدة من حلقات درس نتحدث فيه سويا في مادة اللغة العربية نتحدث سويا عن جزم الفعل المضارع بعد ادوات الشرط كنا سبق قبل كده وتكلمنا مع بعض يا ولاد عن بناء الفعل المضارع ورفع الفعل المضارع ونصب الفعل المضارع وايضا بتحدثنا عن جزم الفعل المضارع بعد الادوات التي تجزم فعل واحد اللي هي لما ولما الامر ولنهاية ولا تمام لنهاية ولما الامر وكنا برضه تكلمنا عن جزم المضارع في جواب الطلب نهارده ان شاء الله بإذن الله تعالى بنتعرف معنا على جزم المضارع بعد ادوات الشرط او في اسلوب الشرط هيا بنا نحاول إن شاء الله بإذن الله تعالى نفهم الدرس جيد أولا يجزم المضارع بعد أدوات الشرط الجازمة التي تجزم فعلي هي فعل الشرط وجواب الشرط الأدوات اللي حناخدها نهاردة إن شاء الله بإذن الله تعالى أدوات بتجزم فعلي فعل الشرط وجواب الشرط الأدوات اللي بتجزم فعلي هي إن وده لمجرد الرابط بيننا جملتين من تستعمل العاقل ما تستعمل لغير العاقل متى وأيان تستعمل للزمان حيثما وأن تستعمل للمكان وأي كأداة شرط بحسب ما تضاف إليه فممكن أي تدل على المكان إذا جاء بعدها ما يفيد المكان ممكن تدل على الزمان إذا جاء بعدها ما يدل على الزمان ممكن تدل على العاقل إذا جاء بعدها ما يدل على العاقل وأيضا قد تدل على غير العاقل بعدما يأتي بعدها ما يدل على غير العقل أسلوب الشرط نفسه في اللغة العربية بيتكون من ثلاث أجزاء أداة الشرط ثم فعل الشرط ثم جواب الشرط وزي ما قلنا أدوات الشرط اللي بنقوده النهاردة أدوات بتجزم الفعلية طبعا في أدوات شرط غير جزمة معروف في اللغة العربية هي إذا ولو ولولا وكلما أما حادثنا اليوم فهي عن أدوات الشرط الجزمة في النحو ندي أمثلة كده على ما قلناه من القاعدة يقول أيان تبحث عن المجد تجده أيان تبحث عن المجد تجده لو بصينا هنجد أن أداة الشرط اللي عندي هي الأداة أيان وطبعا كلمة أيان تفيد الزمان أي في أي زمان تبحث عن المجد سوف تجده فعل الشرط اللي عندي كلمة تبحث وأيضا الجواب كلمة تجده لما نبص كده ليه فعلي الشرط والجواب هنجد أن أيان أداة شرط جزمة الفعل تبحث فعل صحيح الآخر إذن فعل مضارع فعل الشرط مجزوم وعلمة جزم السكون أيضا تجده أيضا فعل صحيح الآخر بالتالي هو جواب شرط فعل مضارع مجزوم وعلمة جزم السكون عندما أقول حيثما تجتهد طرق حيثما تجتهد طرق حيثما أداة الشرط الجزمة وطبعا تدل على المكان فعل الشرط عندي تجتهد وهو أيضا فعل صحيح الآخر وبالتالي هو فعل مضارع فعل الشرط مجزوم وعلامة جازمه السكون طرق أيضا جواب الشرط وهو أيضا فعل مضارع مجزوم وعلامة جازمه السكون لأنه سورا نقاسد مجزوم وعلامة جازمه حاس في حرف العلم نعيدة تاني دي بعد إزاك والسيد نيجي المثال تاني يا أولاد حيثما تجتهد طرق فحيثما أداة شرط تدل على المكان فعل الشرط عندي تجتهد وهو فعل مضارع صحيحي الآخر طبعا وبالتالي هو فعل مضارع مجزوم وعلامة جازمه السكون طرق ده فعل معتل الآخر أصله طرق وبالتالي يكون فعل مضارع جواب الشرط مجزوم وعلامة جازمه حزف حرف العلم طيب مثال آخر أن تهملوا تنالوا جزائكم أن تهملوا تنالوا جزائكم لو بصينا على المثال حنجد أن أداة الشرط عندي هي الأداة أن وهي تدل على المكان في أي مكان تهملوا تجد تنالوا الجزاء فعل الشرط عندي تهملوا وهو فعل من أفعال خمسة اتصل بي وهو الجماعة كما قلنا من قبل الأفعال الخمسة يا كل فعل مضارع تصل بي ألف لاتنين وهو الجماعة يا أبو خطبة طبعا بيرفع بتفوت النون وينصب ويجزم بحزف النون وبالتالي الفعل تهملوا هيكون فعل مضارع فعل الشرط مجزوم وعلامة جازمه حزف حرف النون طبعا وهو الجماعة ضمير مبني في محل رفع فاعل جواب الشرط عندي في الجملة هو الفعل تنالوا وأيضا فعل متصل بي هو الجماعة فهو من أفعال خمسة وبالتالي يكون فعل مضارع مجزوم وعلامة جازمه حزف إنه مثال آخر أي طالب يجتهد يتفوق أي طالب يجتهد يتفوق طبعا الأداء أي تحديدا ليه خصوصية عن كل الأدوات أي جملة يجي لك ويقول لك ربط من الجملتين بأداة شرط تقدر تبدل أي أداة بالأخرى تتزبط الضمائر الموجودة في الجملة وتطبق الأفعال هتجد أن الأداة الشرط تتمشي معك إلا الأداة أي تحديدا فأداة الشرط أي لا تصلح إلا لجملة واحدة فقط لغير ألا وهي الجملة التي تبدأ باسم بعد كده نبدأ فعل الشرط سمى جواب الشرط لأنه أي لابد أن يكون بعدها مضاف إليه فما بعد أي لابد أن يكون مضاف اليه وبالتالي لابد جملتها تبدأ باسم فعندما يأتي إليك في الامتحام مثلا بي جملة يقول مثلا على سبيل المثال طالب يذاكر دروسه باجتهاد الجملة الثانية مثلا ينال الدرجات العظمى ويقول لك أربط من الجملتين بأداة شرط أو يقول لك اختر من بين البدائل أداة الشرط المناسبة يجيب لك أي ولا حيثما ولا أنا ولا إن طبعا ما تنفعش مع الجملة دي غير كلمة أي لأن هي الوحيدة اللي ينفع معها باعتبار أن أول الجملة اسم أقول أي طالب يفعل كذا يكون كذا وبالتالي هي تحتاج إلى حاجة معينة وهي وجود اسم في أول جملة فعل الشرط فعندما أقول أي طالب يجتهد يتفوق فأداة الشرط هنا هي كلمة أي لو لاحظت معايا بعد كلمة أي جاي كلمة طالب وهو عاقل وبالتالي أي هنا تدل على العاقل ثم نأتي بعد ذلك طبعا كلمة طالب هنا مضاف إليه مجرور علامة الجر الكسرة ثم نأتي بكلمة يجتهد فهي فعل الشرط فعل مضارع طبعا فعل صحيح الآخر يبقى إذن بالتالي فعل مضارع مجزوم علامة الجزم السكون ثم الفعل يتفوق وهي جواب الشرط وأيضا هو فعل صحيح الآخر وبالتالي يكون فعل مضارع مجزوم علامة جزم السكون سؤال آخر لأي يدل على غير العاقل عندما أقول أي مال تمتلكه ينفعك أي مال تمتلكه ينفعك لو بصنا كده على الجملة هنجد أن أي هي أداة الشرط الجزمة وهي هنا تدل على غير العاقل فالمال غير عاقل فعل الشرط تمتلكه طبعا فعل مضارع صحيح الآخر فعل مضارع مجزوم علامة الجزم السكون طبعا ينفعك أيضا فعل مضارع صحيح الآخر وبالتالي هو فعل مضارع جواب شرط مجزوم علامة الجزم السكون سؤال آخر لكلمة أي تدل على الزمان أقول أي وقت تذاكر أذاكر معك أي وقت تذاكر أذاكر معك فأي أداة شرط جزمة وتدل طبعا على الزمان لأن كلمة وقت هنا توحي بالزمن وبالتالي الفعل تذاكر هو فعل الشرط الصحيح وبالتالي هو فعل مضارع فعل الشرط مجزوم علامة جزم السكون وذاكر أيضا كجواب شرط فعل مضارع مجزوم علامة جزم السكون لأن الفعل أيضا صحيح الآخر مثال آخر لأي تدل هنا على المكان أقول أي مكتبة تزورها تستفد منها أي مكتبة تزورها تستفد منها لو نظرنا للمثال هنجد أن أي أداة شرط جزمة طبعا تدل على المكان باعتبر أن المكتبة ده مكان تزورها ده فعل الشرط فعل مضارع مجزوم علامة الجزم السكون الفعل طبعا صحيح الآخر هو معتل أجوف مش معتل الآخر ولذلك حزفة الواو منها تزورها حزفة الواو لعدم انتقاء ساكنين فقط لغير أما تستفد فهو فعل صحيح وبرضه بنفس الطريقة هو فعل أجوف وبالتالي صحيح الآخر فهو فعل مضار مجزوم كجواب شرط وعلمة جازمه السكون طيب بعد ما تعرفنا على القاعدة وأخذنا أمثلة بما فيه كفاية لأدوات الشرط الجازمة وعرفنا أسلوب الشرط ومكوناته بيتكون من أداة شرط ثم فعل شرط ثم جواب شرط وعرفنا أداء الأدوات نفسها ودلالة كل منها تعالوا مع بعضنا نتعرف على التدريبات الخاصة بدرسنا إنهام اعرب الأفعال التي تحتها خط في الأمثلة الأتائي قال الشعر وطبعا الاختيار المتعدد قال الشعر خليليا أن تقصداني تقصيدة أخا غير ما يرضيكما لا يحاول بيت مرة تانية خليليا أن تقصداني تقصيدة أخا غير ما يرضيكما لا يحاوله يا ترى الفعل تقصداني هل هو فعل مضارع مجزوم بحسف النون أم هو فعل مضارع مجزوم بالسكون أم هل هو فعل مضارع مجزوم أو مرفوع بثبت النون ولا فعل مضارع مرفوع بالضمع طبعا لو نظرت هتجد أنه طبعا أداة شرط جازم ما مفيش كلام لكن تقصداني هنا فعل مضارع مجزوم لكن بأي علامة من علامات الجازم يجزم هذا الفعل طبعا لو خدت بالك هتجد أن الكلام موجه لاثنين وبالتالي يكون الفعل ده متصل بألف لاثنين فعلى طول فعل مضارع مجزوم وعلامة جازم وحسف النون قد يسألني سائل تاب والنون اللي موجودة في كلمة تقصداني دونون إيه على طول دينون الوقاية لكن النون الأصلية بتاعة الفعل اللي هي بتاعة ألف لاثنين طبعا حزفت لأن الفعل مضارع هنا مجزوم وعلامة جازم وحسف النون فتكون الإجابة رقم ألف نخش على سؤال تاني أقول أي إنسان تصاحبوه تؤثر فيكم أخلاقه أي إنسان تصاحبوه تؤثر فيكم أخلاقه إعراب كلمة تؤثر هل هي فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة أم فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة أم هو فعل مضارع مجزوم بالسكون ولا فعل مضارع مجزوم وعلامة جازم وحسف إنه طبعا بص على الفعل تؤثر هتجد أن الفعل صحيح الآخر وبالتالي الإجابة النموذجية هي أنه فعل مضارع مجزوم وعلامة الجازم السكون فالإجابة الصحيحة هي رقم ي سؤالا آخر حدد أجزاء كل أسلوب شرط من الأمثلة اللي جاية طلع لي فيه أداة الشرط فعل الشرط جواب الشرط مما يلي قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وما تقدم لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وما تقدم لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا يترى أسلوب الشرط ومكوناته في الآية القرآنية هو نمر ألف ما كأداة شرط ثم تقدموا ولأنفسكم كفعلي الشرط والجواب ولا رقم به ما أداة شرط تقدموا ده فعل الشرط من خير ده جواب الشرط ولا رقم جيم ما كأداة شرط تقدموا فعل الشرط وتجدوه ده شرط ولا ما كأداة شرط وتجدوه ثم هو خيرا كجواب الشرط طبعا على طول عارف إن الجميع قتب الإجابة النموذجية ألا وهي رقم جيم فما هنا أداة شرط جازمة تدل طبعا على غير العاقل ثم تقدمه كفعل شرط مجزوم بحسف النون ثم تجدوه كجواب شرط أيضا فعل مضارع مجزوم وعلمة الجزمة أيضا حسف النون سؤال آخر قال الشاعر وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن تولت مضو في إثرها قضماء تاني وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن تولت مضو في إثرها قضماء يطرى عداة الشرط وفعل الشرط جواب الشرط هي ألف إنما والأمم والأخلاق ولا باء إنما الأمم ما بقيت ولا جيم فإن وتولت قدما ولا رقم دال فإن تولت مضو طبعا على طول الإجابة الصحيحة رقم دال فإن أدت شرط وتولت فعل الشرط وأيضا مضو كجواب شرط سؤالا آخر أن أجد مسكينا أطعمه ما استطعت إلى ذلك سبيلا أن أجد مسكينا أطعمه أن أجد مسكينا أطعمه ما استطعت إلى ذلك سبيلا يا ترى أدات الشرط فعل الشرط جواب الشرط فين هل هي ألف أن وأجد مسكينا ولا أن وتجد وأطعمه ولا ما استطعت إلى ذلك ما استطعت إلى ذلك ولا ما استطعت وسبيلا طبعا لو خدت بالك هتجد إن الإجابة الصحيحة هي رقم به أن كادة شرط وتجد فعل الشرط مجزوم السكون وأطعمه هتعرف هنا بعد كده إن شاء الله ده الجواب ولكنه المفترض يتصل به أو يلتقي به فا أو يتقترب به فا الجزاء ليقترن جواب الشرط بالفا سؤال آخر يا أولاد بقول اختر الدلالة الصحيحة لكل أداة شرط فوق الخط في ما يلي قال صلى الله عليه وسلم حيثما أدركتك الصلاة فصل حيثما أدركتك الصلاة فصل يترى أداة الشرط اللي عنده حيثما تفيد الزمان أم المكان أم العاقل أم غير العاقل طبعا حيثما على طول تفيد المكان قال الشاعر سؤال تاني ومن لم يصن في حاجة ماء وجهه عن الناس لم يلبس ثياب جلال قال الشاعر ومن لم يصن في حاجة ماء وجهه عن الناس لم يلبس ثياب جلال يترى الأداة الشرط اللي عندي في الجملة دي ومن هل هي تفيد الزمان أم تفيد المكان أم تدل على العاقل أم غير العاقل طبعا أسمع الجميع على طول يقول بأن من تدل على العاقل تكون الإجابة صحيحة رقم جيب سؤال آخر أي مال تدخره تستفد منه؟ أي مال تدخره تستفد منه؟ أي هنا تفيد؟ الزمان؟ المكان العاقل غير العاقل طبعا قلنا أن أي جوكر بحسب ما يأتي بعدها فإذا جاء بعدها ما يفيد المكان فإذا تدل على المكان إذا جاء ما يفيد الزمان فإذا تدل على الزمان أما لو جاء بعدها ما هو عاقل فهي عاقل ما هو غير عاقل فهي أيه؟ لغير العاقل طبعا لو نظرنا هنجد أن كلمة مال غير عاقل إذن الإجابة الصحيحة رقم دال وهي أنها تدل على غير الإيه العقل سؤال تاني أيان تبحث الشعوب عن الحرية تجدها أيان تبحث الشعوب عن الحرية تجدها يترى أداة الشرط أيان تدل على الزمان ولا المكان ولا العاقل أم غير العاقل طبعا الجميع بمطهر البساطة يقول بأن أيان تدل على الزمان وبالتالي فهي أداة شرط للزمان سؤال تاني بنمط جديد أربط من كل جملتين فيما يلي بأداة شرط جزمة وغير ما يلزم طبعا من خلال البدائل الموجودة في الأربع اختيارات تتعاونون على الخير يسمو وطنكم تتعاونون على الخير يسمو وطنكم يترى الإجابة الصحيحة للسؤال عندما نربط بين الجملتين في هذه الجملة يكون حيثما تتعاونون على الخير يسمو وطنكم ألف ولا باء حيثما تتعاونوا على الخير يسمو وطنكم ولا جيم حيثما تتعاونوا على الخير يسمو وطنكم ولا حيثما تتعاونوا على الخير يسمو وطنكم طبعا لو نبص هنجد الإجابة الصحيحة رقم جيم حيثما تتعاونوا فعل مضارع مجزوم بحاسف النون عائل القير يسموا فعل مضارع مجزوم علامة الجازم حاصف حرف العلة لأن الفعل معتل الآخر سؤال الآخر يستقيم الفرد يعلو شأن الجماعة عندما نربط بين الجملتين بأدات شرط تكون الإجابة الصحيح من بين البدائل هي أيان يستقيم الفرد يعلو شأن الجماعة ألف من ربيه طبعا لو بصينا على الإجابة الصحيحة هنعرف أن هي الإجابة رقم به طبعا لعدم انتقاء ساكنين ويعلك جواب شرط فعل مضارع مجزوم وعلامة الجزم حاس في حرف العلة لأن الفعل معتل الأخ سؤالا آخر طرد بما قسم لك تكون أغنى الناس عندما نربط بين الجملتين بأدات شرط جازمة تكون الإجابة الصحيحة للسؤال إن طرد بما قسم لك تكون أغنى الناس أو تكون أغنى الناس ولا نمر به إن طرد بما قسم لك تكون أغنى الناس جيم إن طرد بما قسم لك تكون أغنى الناس ولا إن طرد بما قسم لك تكون أغنى الناس طبعا الإجابة الصحيحة هي رقم دال لأن إن أدت شرط جازمة طرد فعل الشرط مجزوم علامة الجزم طبعا حاسف حرف العلة لأن الفعل معتل الآخر أصل طردة وتكن بدلا من تكون حاسف الواو لعدم انتقاء ساكنين فعل طبعا صحيح الآخر لكنه معتل أجوف يكون فعل مضارع جواب شرط مجزوم علامة الجزم السكون سؤال تاني من استطاع العمل باجتهاد حاز المكان العليا من استطاع العمل باجتهاد حاز المكان العليا عند جعل فعلي الشرط والجواب مضارعين تكون الجملة ألف من يستطيع العمل باجتهاد يحوز المكان العليا ولا من يستطع العمل باجتهاد يحوز المكان العليا ولا من يستطع العمل باجتهاد يحوز المكان العليا ولا من يستطع العمل باجتهاد يحوز المكان العليا طبعا لو بصيت على الجملة سريعا هتعرف ان الإجابة الصحيحة هي رقم جيم من أدت شرط يستطع فعل الشرط فعل صحيح الآخر طبعا مجزوم بالسكون حسف الألف لعدم انتقاء الساكنين والفعل يحوز أصله يحوز وبالتالي حزف الواو لعدم أيضا انتقاء الساكنين ويظل الفعل مجزوم السكون لأنه صحيح الأخ سؤال كمان أن تسعى في قضاء حوائج الناس تشعر بالسعاد أن تسعى في قضاء حوائج الناس تشعر بالسعاد لو خطبنا بالعبارة السابقة دي المفردة المؤنثة تكون الإجابة الصحيحة أن تسعى في قضاء حوائج الناس تشعر بالسعاد ولأن تسعى في قضاء حوائج الناس تشعرين بالسعاد ولأن تسعين في قضاء حوائج الناس تشعرين بالسعاد ولأن تسعين في قضاء حوائج الناس تشعر بالسعاد انظر كده للجملة تماما وجيدا هتعرف أن الإجابة الصحيحة هي الإجابة رقم ألف بص عليها كده كويس أن تسعي فعل مضارع فعل الشرط مجزوم علامة الجزم حسف حرف النون لأنه الفعل المتصل بها المقاطبة فهو من الأفعال الخامسة وحتجد أنه جواب الشرط عندك الفعل تشعوري فهو أيضا جواب الشرط فعل مضارع مجزوم علامة الجزم حسف حرف النون على اعتبار أن الفعل من الأفعال الخامسة اتصلت بها المقاطبة لأنه الاثنين متصل بها المقاطبة تعال أبص على سؤال آخر أقول أي عمل تمتهنوه تستفيد منه أي عمل تمتهنوه تستفيد منه لو حزفنا أداة الشرط أي من الجملة السابقة تكون الإجابة كالتالي هل إمرأة ألف عمل تمتهنونه تستفيدون منه عمل تمتهنوه تستفيدون منه عمل تمتهنوه تستفيد منه عمل تمتهنوه تستفيدون منه طبعا الإجابة الصحيحة على طول هي الإجابة رقم ألف عمل تمتهنونه تستفيدون منه ترجع تاني الأفعال مرفوعة بتبوت النول لاتصالها به وهو الجماعة لأنها من الأفعال الخمسة بكده يا أولاد نكون النهاردة اشتغلنا مع بعض أسلوب الشرط وجازم المضارع بعد أدوات الشرط المختلفة تعرفنا على أدوات الشرط تعرفنا كمان على أنماط من الأسئلة المختلفة اللي بيها نقدر نجاوب على السؤال ده في الدرس بمنتهى البساطة أتمنى أن الجميع يكون قد استفاد من الحلقة أشكركم جميعا أبنائي وبناتي طالبة وطالبات الصف الثاني الثانوي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته